أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية العلاقات الممتدة والشراقة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الممثل الأعلى للتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بورل أوضح شكري أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يقدمان كثير من الدعم إلى مصر سواء فيما يخص التنمية أو الأمن أو الهجرة تطورات المتلحقة خلال الفترة الماضية تجعل من الأهمية تكسيف التعاون فيما بيننا من أجل المصلحة المشتركة على أسس من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة الاتحاد الأوروبي والمفوضية تقدم كثير من الدعم المصري في نواحي كثيرة سواء كانت تنموية أو في إطار الأمن أو اتصالا بخضايا الهجرة وبالتأكيد أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أتت بعوائد أيضا مشتركة هذه العلاقة ممتدة لأكثر من عشرين عام منذ توقيع على اتفاقية الشراكة بما يقتدي دائما أن يتم المراجعة للتأكد من أن الإطار التعاقدي القائم فيما بيننا يأتي بكل ما نصب إليه من منافع ونستطيع أن نقوم أي نواحي نقدر أنها تحتاج إلى مراجعة وإلى التنفيذ لها بأسلوب أكثر قدرة على تلبية احتياجة الترفين اشتركوا في القناة